السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم سادس؟ اليوم ان شاء الله رح نبدأ بالدرس التالث هو عبارة عن البرق والصواعق اليوم رح نتعرف ما هو المقصود في البرق ما هي الصائقة ايش هو الفرق بين ظاهرة البرق وظاهرة الصائقة شو علاقته نحن نحكي عن ظاهرة البرق والصواعق وإحنا نحكي عن شحنات بهذه الوحدة ومنحكي عن تكهرب ومنحكي عن طرق الشحن ونحن نتعرف مع بعض هلأ احنا في الصف كنا ذكرنا نبذة بسيطة عن كل نوع صح اليوم رح نتعرف بالتفصيل شو يعني بارك وشو يعني صائقة في البداية خلنا نتعرف مع بعض ايش هي البرك البرك هو شرارها الى تضيء بالسماء تحدث عندما تمر سحابة يحمل طرفها السفلي شحنات سالبة فوق سحابة اخرى يحمل طرفها العلوي شحنات موجبة فتنجذب الشحنات السالبة والموجبة للسحابتان عن طريق الهواء محدثة الشرارة وهي البرك خلنا نشوف شو يعني هذا الحكي في عنا هون رسمة هلأ احنا حكينا ظاهرة البرك والصواعق تحدث هاتين الظاهرتين في فصل الشتاء لان احنا عنا فصل الشتاء تتولد شحنات كهربائية على هذه السحب وعلى هذه الغيوم نتيجة تولد على السحب الشحنات الكهربائية تحدث عنا هاتين الظاهرتين خلنا نشوف ظاهرة البرك هلأ احنا حكينا انه هي شرارة هائلة تضيء بالسماء تحدث تلاحظوا هون عنا عنا سحابة وهون عنا سحابة لاحظوا انه احنا عنا السحابة الموجود في الاعلى خلنا هون نركز موجود في طرفها السفلي شحنات سالبة وطرفها العلوي شحنات موجبة تقترب هذه السحابة او تمر فوق سحابة اخرى موجود هذه السحابة طرفها العلوي موجب طرفها السفلي سالب هلأ احنا حكينا في بداية هذه الوحدة سالب مع موجب شو بصير تجاذب ولا تنافر اذا تجاذب اذا شحنات سالبة مع شحنات موجبة بصير عنا تجاذب صح يا سادس اذا هون تتجاذب الشحنات السالبة في السحابة الموجودة بالاعلى مع الشحنات الموجودة عنا هون بالاسفل طبعا تنجذب وتنطقل هاتين الشحنات او الشحنات من السحابتين عن طريق الهواء نتيجة انجذاب هذه الشحنات في هذه السحب يحدث عنا هون شرار هذا الشرار الموجود هون باللون الاسفر هذا هو عبارة عن البرق إذن يحدث هون عنا شرارة تضيء في السماء إذن هاي الشرارة أنا بسميها أطلقنا عليها باسم البرق لاحظوا كيف إذن سحابتين سحابة بالأعلى تحتوي شحنات وسحابة الأسفل تحتوي شحنات تنتقل الشحنات عن طريق الهواء محدثة البرق هاي عنا المقصود في البرق ما هي الصاعقة وإيش هو الفرق بين الصاعقة والبرق غيرنا نشوف الصاعقة الصاعقة هي ظاهرة تحدث عندما تنتقل الشحنات السالبة من الطرف السفلي للسحابة إلى الأرض يا أم عبر بناية أو عبر جسم أو إنسان أو شجرة أو غير ذلك ولكن هلأ البرق ما كان ينتج عنده أضرار هو شرار وضوء يصدر عندنا في السماء ولكن البرق تحدث عندنا أضرار كبيرة ممكن تدر بالبيئة في بنايات بشجر تؤدي إلى حرائق زي في عندنا كان في حرائق كبيرة كانت في البلاد المتحدة الأمريكية في فترة زمنية وكانت أحدثت أضراراً كبيرة هناك هاي كان سببها الصاعقة وطبعاً غيرها من الدول خليل نشوف طب ما هي الصاعقة وكيف تحدث هذه الصاعقة لاحظوا عندنا الصور اللي هون إحنا حكينا إنه هي تنتقل إلى الأرض عبر إنسان أو عبر الشجر أو عبر بنايات عالية في عنا هون رسمة بتوضح ظاهرة الصاعقة في عنا هذه السحب القريبة من سطح الأرض نفس الشي حكينا بفصل الشتاء تتولد على السحب شحنات كهربائية فعنا هون نفس الفكرة في عندي على هذه السحب طرفها السفل شحنات سالبة والطرف العلوي من هذه السحابة شحنات موجبة نتيجة طريقة الشحن الحث طريقة أو عملية الشحن بالحث أو التأثير خلني اتذكر طريقة الحث أو التأثير أنا لما أقرب جسم مشحون من جسم آخر غير مشحون شو حكي أنا بتولد إذن تلاحظوا كيف أنا هنا هاي الغيمة قريبة من سطح الأرض نتيجة التقريب ينتج شحنة مخالفة لاحظوا إذن هون نجت عنا شحنات شحنات موجبة نتيجة عملية الحث من هذه أو التقريب من هذه السحابة على هاي الشجر أو البناية أو غيرها اللي بصير إنه أنا بتنتقل هذه الشحنات السالبة عبر الشجر إذن تنتقل إذن تنتقل هاي الشحنات السالبة موجودة عندنا هون بالغيمة عبر هذه الشجرات أو عبر البناية أو غيرها إلى الأرض نتيجة انتقال هذه الشحنات عبر الأرض تحدث عندنا هون الصاعقة وينجم عنها الأضرار في البيئة في الانسان وتحدث عندنا اضرارا كبيرة اذا لاحظوا الفرق بين الصاعقة والبرق الصاعقة تحدث بين سحابة وبين بالشجر تنتقل الى الارض عبر شجر او بناية او غير ذلك اما البرق كان عندنا يحدث بين سحابتين هون يحدث عندنا شرارة هائلة تضيء بالسماء اما الصاعقة يحدث عندنا هون اضرار كبيرة تحدث عندنا هون هذه اضرار كبيرة تضر بالانسان والبيئة وغير ذلك هل ممكن انه انا نحمي انفسنا ونحمي البيئة ونحمي كل اشي حولينا من هذه الظاهرة في فصل الشتاء نعم احنا في عندنا ما يسمى بمانعة الصواعق مانعة الصواعق خينشوف تعريفها في البداية هي صاق فلزية مدببة موصولة بالارض بسلك فلزي غليط يتم تثبيتها في اعلى البناية وتنتقل الشحنات السالبة من السحابة الى الارض بدلا من انتقالها الى البناية خلنا نشوف سادس رسمة توضيحية بتفسر لك مانعة الصواعق هاي عنا هاي السحابة اللي كانت قريبة من سطح الارض ومشحونة بشحنات كهربائية صح؟ هاي تقترب من البناية هلا احنا بتقترب من البناية عملية تقريب الحث او التأثير انه بصير انه هون شحنات مخالفة اذا هاي حكينا اطرفها السفلي رح يكون يحمل شحنات سالبة رح يتنشأ على البناية شحنات اذا سالبة صح؟ هلا البصير عندما تنتقل الشحنات السالبة من هذه الغيمة او السحابة القريبة من البناية تنتقل عبر هذا الصاق الفلزي اللي هي عبارة تسمى مانعة الصواعق هاي اجزاءها صاق فلزي مدببة موصولة بصاق فلزي وين كلها موصولة بتحت الارض اللي بصير تتفرغ الشحنات من السحابة عبر هذه الصاق الفلزي المدببة وتمشي عبر السلك الفلزي وتصل الى سطح الارض وتفرغ جميع الشحنات الكهربائية من السحابة الى داخل الارض بالتالي هيك انا بمنع اي اضرار ممكن تصيب البيئة او تصيب الانسان تصيب البناية عن طريق مانعة الصواعق لاحظوا كيف سادس هاي مانعة الصواعق كيف مثبتة باعل البناية وموصولة تحت الارض اذا هذا هو الفرق بين البرق وبين الصاعقة طيب خلينا نشوف هون انا كاتب لكم مبدأ عملها زي ما حكينا تنتقل الشحنات من السحابة الى الارض عبر السلك الفلزي بدل من انتقاله عبر البناية فهون نتجنب حدوث اضرار في البناية وفي البيئة هل لها اهمية؟ طبعا لها اهمية تحمي المنشآت والمباني من اخطار الحرائق الناجبة عن هذه الصاعقة اوكي سادس اذا هاي المقصود في البرق هاي المقصود بالصاعقة هاد هو الفرق عندنا ما بين البرق والصاعقة من خلال الرسمات اللي ذكرناهم وهي اداء اللي احنا بنستخدمها لحماية اه او منع حدوث اخطار تضر في البيئة وفي الانسان وفي اي اشي من خلال مانعة الصواعق واهميتها لأي سؤال سادس او استفسار رسلوني على الخاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته